أجرى قداسة البابا فرانسيس مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بوترس في الباتيكان واستهلت تعليمه الأسبوعي بالحديث عن الروح القدس في الوحي بالقول إن الكتب المقدسة تنقل كلمة الله بشكل ثابت وتجعل صوت الروح القدس يتردد في كلمات الأنبياء والرسل وأضاف إن الكنيسة تتغذى من القراءة الروحية للكتاب المقدس وبما أن الكنيسة هي مزودة بالروح القدس فهي عمود الحق وركنه ومهمتها هي أن تساعد المؤمنين الذين يبحثون عن الحقيقة على تفسير نصوص الكتاب المقدس بشكل واضح ودعا قداسته لأن تساعد العظة على نقل كلمة الله من الكتاب إلى الحياة وختم تعليمه بالقول ليساعدنا الروح القدس على أن نفهم محبة الله هذه في مواقف الحياة الملموسة